أنا ليش عم بكرر السؤال لأنه إحنا في مجتمع شرقي وطبعاً موضوع الذبائح يعني مش بس في الكتاب حتى في العداد الشرقية في المصالحة وفي العهد واوى إلى آخره في دايماً ذبيحة ولكن المصدر هو مصدر إلهي وكتابي يعني موجودة بالتسلسل ومثل ما ذكرت يعني فيه إعلان بالتدرج عن هذا الموضوع ولكن كانت تقدم بالإيمان أكيد يعني لما كان يحط إيده على رأس الذبيحة بيقدم بالإيمان على أساس فيه ذبيح تاني رح يكون مكانه وبديل عنه تمام هو الله في التوقيت ده طلب دي فأنا بقدم الزبيحة زي ما ربنا قال لي بس ربنا شايف حد تاني شايف شخص تاني زي ما تعودنا نقول حضرتك بتقدم في البنك حتة ورقة كده حتة ورقة بكتوب عليها دي الورقة دي بمئة دولار الورقة دي بمئة دولار بس البنك شايفها لها قيمة لها رصيد دهب في البنك فإحنا كانوا بيقدموا زبيحة دموية حيوانية بس الأب بعينه على ابن الله اللي كان معروف صابقا قبل تأسيس العالم فبيقبل الزبيحة الدموية دي على حساب الزبيحة اللي هتأتي في ملء الزمن الله الرب يرى يرى هو يرئيب في اللغة العبرية ولكن صار في فترة زمنية إلى أيام موسى برضو رجع الرب بيطلب من موسى بيتكلم عن خروف خروف الفصح تمام خروف الفصح يعني اللي يقرأ الكتاب يعني يندهش خروف فصح يتاخد في اليوم العاشة ويتحط مش تحت الفحص تحت الحفظ لليوم الاربعطاشر وبعدين في اليوم الاربعطاشر يزبحوا كل جمهور إسرائيل في العاشية ويرش الدم على القائمتين والعتبة وانت ما تعرفش اللي بره بيحصل ايه مش هتقدر تقدم تقدر قيمة الدم الله هيقدر قيمة الدم بس انت وانت جوه البيوت المرشوشة بالدم تتغزى على الحمل اللحمة المشوية وتكلها على عشاب مر ايه الصورة دي؟ الصورة دي حمل يتاخد في اليوم العاشة لغاية اليوم الاربعطاشر حمل صحيح طبعا كامل بلا عيب بلا عيب ما فيوش عيب يتاخد في اليوم العاشة لليوم الاربعطاشر دولة تلات يام وجزء من اليوم الرابع دي صورة للمسيح اللي دخل في ملء الزمان وصار إنسانا وأظهرها للخدمة وخدم لمدة تلات سنين وجزء من السنة الرابع وإيه رأيكم في اللي شفتوه في المسيح إيه رأيكم في الجمال والكمال المطلق إيه رأيكم في الحلاوة تعرفوا تقيموه لا طب ما تسيب الأبي قيم ويشهد عنه وهذا هو هذا هو ابن الحبيب الذي بيوصل مرة في بداية خدمته ومرة في نهاية خدمته مرة في المعمودية ومرة ونفوش عيب خالص طب واللي فحصوا شوف مين فحص مثلا لما جوم يصلبوه حد يمسك عليه غلطة حد يمسك عليه غلطة طب يسأل بلاطس طب يسأل هيرودس أنتيباس طب يسأل امرأة بلاطس طب يسأل قائد المئة طب يسأل اللي رحوا يمسكوه مرة وقالوا لم يتكلم اللص التائب اللص التائب لا إسأل الشيطان نفسه أنا مش عايز شهادة الشيطان ما تلزمنيش بس عايز أسمح قال قال إني عارفك من أنت قدوس الله معرفتش تمشي عليخ ولا تعلم عليه لا ما عرفش ربعيات أجور ابن متقية مسا لما يتكلم عن المسيح طريق نصر في السماوات دي صورة لتجسد النصر هو المسيح مش يجيه على الأرض معقولة نصر يمشي على الأرض دي عجوبة اللي بيمشي على الأرض الكتاكيت والفراخ النصر يمشي على الأرض وبعدين طريق حية على صخر صمحة للحية القديمة أن تجربوا في البرية إحنا لما الشيطاني جربنا يعلم علينا كلنا لأننا منطراب إنما الصخرة الحية تمشي على الصخرة لما تعلمش طريق حية على الصخرة ما علمتش عليه يقف المسيح يتحدى من حقه يتحدى ويقول من منكم يبكتني على خطية حد يفتح بقه حمل صحيح ما فيوش عيد قلولي مين في الكون كله في البشر ينطبخ عليه هذا الكلام مين اشتركوا في القناة